السلام عليكم معكم مجدا من القناة سكروشي باي مجدا محبا بكم معي فيديو جديد الفيديو دياليون كما تشتوف المينيات يوغف العنوان دريس شبيه بالرندا كي جزوين بزاف وانيق وباللونين كما ممكن تخدموه غير بلون واحد هنا يغنحتاج طريف ديال التوب معنى يشتباشي موديل اللي خدمة فيه فهذا دكشاش هندير غير طريف ديال التوب غير شانتشيون كنخدم فيه انتوما اكيد كيكون عندكم كوم ديال الجلابه كيكون داير بحالة تشكل انا هنا يخدي غير طريف ديال بو بليم او نبلته غنخدم بكروشي رقم تسعود كما تشوفوا رقيق بزاف وعندي هنا جوجلوينات ديال الحرير غنخدم بالحرير المبروم هاد اللون مغلوق وهاد اللون مفتوح ممكن تخدموها دريس بلون واحد ولكن كي جزوين الى التخدم بجوجل الالوان طبيعة الحال الحرير المبروم كنضب له على 4 ديال الخيوط باش نقدرو انا نخدمو بي حيس كما كتشوفو كيجي في البوبينة على خيط واحد طريقة كيفاش كنضاعفو هاد اللي غنخدم بيه هدا هو اللون نخدم به هدا غنخليه حتان من بعد ولي غنزين به درس ديالي كناخد الحرير ديالي به هاد الشكل هنخلي واحد المسافة شوية معقولة ممكن اني ننفيني بها من بعد باش نقدر نتحكم فيه بالبرة وكان اخذ الطرف ديال التوب ديالي نتو ما يكون كومكم او لحاشية ديال مثلا جناب ديال القاب او للدرس كيجي زوين هاد الدرس هذا مثلا في العنق او في الكمام هنها غندير كيما كتليكم غير شانتيون اول حاجة غنطبت الحرير ديالي في التوب بعد شكل هاده من بعد ما تبت الحرير ديالي في التوب غندير اول حاجة غرزة سلسلة وغنبدأ ندير غرز الحشو غندير هنا يلحبيك فالطريقة ديال الحبيك هنها غنزرب عليكم في الحبيك حيط دياجا درتوا معاكم على القناة طريقة ديال الحبيك دياجا انا صورتها لكم في الفيديو خاص سنخلي لكم الرابطات عليكم هنا في الوكوان في الوكوان في الوكوان في الوكوان او لفلا بغدان فو بطبيعة الحال الناس اللي ما زال ما شافوا الفيديو ديال الحبيك ضروري ترجعوا تشوفوا الحبيك ورشكم طريقة صحيحة كيفاش كنحبك كيفاش ممكن انا نحصلوا على حبيك لي ممكن مش وما يكونش مرخي هكا غنكمل حتى نكمل الحبيك ديالي الى البلاس اللي غنخدم فيها انا الشرنتيون ديالي كما ممكن انتم اتكملوا الى الدورة ديالي للكم مثلا كاملها انا غنخدم غير حتى الهنا وغنحبس انتم ما حس كيكون عندكم كم بحالة كذير غا تكملوا الدورة كاملها وكما اكتلكم طريقة ديال الحبيك للناس اللي ما زال ما كيعرفو يحبكو طريقة صحيحة رادية جادرتها معكم على القناة وكا تذكير الناس اللي ما زال ما مشاركين انا في القناة نزلوا دا باش شاركوا معنا في القناة باش نضمونا تغضي على زر اشارك الاحمر كين اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليحده نكمل دا باستر ديال الحبيك وغنرجع نوريكم الدور التاني او لاستر تاني كيفاش غنديرليه فهنا انا حبست الحبيك ديالي غرف هاد البلاصة حيث هاد غيت شونت يونغي باش نشرح لكم فيه ما محساج اني نحبكو الطرف ديال التوب ديالي كامل بحلعة كامل الدور الثاني كنرتفع بسلسلة وكننقلب العمل باش ندقى غدا بهاد الاتيجاه وانا خدامة غدا بهاد الاتيجاه نتوقني غا يكون عندكم كم اللي مخيط بحلعة كم جموع فرما غا تقلبوش العمل غا ترتفعوا بسلسلة وكنتكملوا الدورة ديال الكوب مهم انا ننقلوشي كنخدموه بهد الشكل هاد بهاد الاتيجاه هادا انا هنا حيث ما يمكنش لي نكمل الخدمة وانا راجعها هكا فكنقلب العمل فبزاف كيسولوني لاش كتقلبي التوب بني كنكون خدامة شونت يوم بحلقة كنقلب حيث اريع عندي التوب محلول مني كيكون التوب مجموع بحلقة يعني الكوب ماندنا مجموع كنكملوا الدورة عادي الدور الثاني كرتفع بسلسلة ونكملوا الدورة ديالنا عادي هنا دابلة ارتفع بسلسلة ونقلب التوب ديالي ونستمر الدور اللي تابعه هو غيكون على شكل حبيك يعني بين الحبكة والحبكة تحديك السلسلة اللي كتنا ندخل الكروشيو كندير غرزة حشو او لدومي بريد كندير ثاني السلسلة ونمشي ثاني بين الحبكة والحبكة وندير ثاني غرزة حشو بهاد الشكل يعني بحل الحبيك عادي غير وضربة فين كندربها هنا كندربوها بين الحبكة والحبكة وضروري نديرو سلسلة بيناتهم هاد الشكل هادا هنا انا غندير غير جوج ادوار في هاد الحبيك كنتم قدروا تديرو الادوار اللي بغيتو كندما بغيتو هاد الدرس اعلى كندما كديدو الاعداد ديال ادوار حسنا كنتم أخذ اللون اخر نزيينو به فهد الادد ديال سطورة اللي كنديرو هاد يحددو لكم الدرس كيفا كبير او صغير اذا بغيتو غير صغير كتكتافوا غير بسطر واحد، سطر اللوول او لا جوجد سطورة بحلقة ك كم اخذر انا بغيتو يكون عراض، كتضيفوا العدد اللي بغيتو ديالسطورة ولكن كيجي هك أزوين، إلا كان بحلقة صغيرة غير بجوجة سطورة او غير سطورة واحد تقدروا سكتافي وغيب الحبي كله اللي كنت درت ودوزه مباشرة لتزيين دياله هنا بقسم استمره الدور الثاني كنحبك حتى وصلت الاخر بلاسة قطعت الخيط وكندير سلسي لفراغ هاد الخيوط هادو الخيط ديال البداية هادو الخيط هادو اللي سالي به مني غن سالي غنفينيهم واندفنهم في هاد البلاس هادو في الظهر ديال التروب يعني هادو الوجه ديال الخدمة كما قلت ليكم بطبيعة الحال ممكن ديال ادوار اللي بغيتوا العدد ديال ادوار اللي بغيتوا انا كتافيز بهذا القياس هادو ده بغن دوزه اللون الثاني اللي غنزينو به هنا نفس الشيء خديد الخيط الثاني كناخد واحد المسافة معقولة اللي ممكن انا نفيني بها من بعد بهذا الشكل هادو كنتبتها في اول غرزة عندي هنا هادو ناخد هادو الغرزة هادو نتبت فيها الحريرة ديالي كما تبتنا في المرة اللي اولا على التوب كان اخذو الخيط اللي طويل هو اللي غنخدم به هادو اللي قسار كنخليه وتال الاخير وكان فيني اذا اخذو اللي تلفكم من المبتدئات تقدروا شفيني واملوا ولين عاد تكملوا الخدمة ولكن يكفي انكم تدفعو مغير هادو الغرزة كناخدو الخيط اللي طويل كنخدمو به وغنمسي دابل غرزة حشو اللي تابعها غنخدم فيها غرزة حشو هادو الشكل هادو نعود نضيف غرزة حشو اخرى احداها هادو الشكل يعني الغرزة اللي اولا هي فين تبت الخيط ديالي نتمنى ان الصورة تكون واضحة الغرزة اللي اولا هي فين تبت الخيط ديالي الغرزة التانية هي الغرزة الحشو اللي درت ا Cyrus اشترك اللي درت يعني كنتبت الحرير وEN املت خيط err sow السلاسل نرتفع ثلاثة ديال الغرزة بعد ما ارتفعت ثلاثة ديال كل نجدا نضيف من رائزة اللولة او الثانية ندخل كروشي بنتهم واندير خيطر غرز حشو واحد ومشي الراذية اللي تبعها نضيف غرزة حشو نضع الثانية نضع الثانية نضع الثلاثة كما قلت لكم فيه نشده من مورا ما نفعل هات لسات السلسل ندخل الكروشي بين الأولى والثانية ندخل الكروشي بين الأولى والثانية ونخدم في هذه البلاسة جوج غرز حشو الأولى والثانية بهذا الشكل نشد دريبات عاديين واحد جوج غرز حشو يجي دريس لزوين ورقيق وانيق مهم حاجة كما نقول لكم ديما نحاول ما أمكن نجيب لكم خدمة اللي سهلة لا المحترفات يقدروا يطبقوا وحتى المبسدئات في الكروشي يقدروا يطبقوها بزاف دي السيدات كي يقولي كنخدموا الكروشي وكنخدموا الصوف وكنخدموا الكوردون وكما كان زيموش على الحرير فهذ الخدمات بحلقة سهلين تقدروا تعلموا فيهم ومتبدأوا فيهم بينما تلقوا خدمتكم تلقوا يديكم في الخدمة اعاد تبدأوا تخدموا خدمات اللي كبار فكنستمر هذه الخدمة اللي سهلة بزاف كنستمر بهذا الشكل هذا كندير جوج غرز حشو كنرتافع بثلاثة دي السلاسل كنرجع بيناتهم بين اللولا والثانية كندخل الكروشي وكندير بيناتهم جوج غرز حشو اللولا والثانية امشي ثاني سدعو ثاني وغرزة عادية كيجينا الدريس ديانا بحال هكا كيبان رقيق ومتقون بزاف كيبان بحال الراندة فعلا كيبان دريس بحال الراندة هو رمخدوه مغيب الكروشي هنستمر على هاد الحاشية عادي حسنا نكملها بهذا الشكل ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي اللي غنحصل عليه هنستمر ريس كيمش رح لكم بنفس الطريقة حتى وصلت الاخر بلاسة قطعت الخيط بحال ديمة ونضر دفن سلسلة فراغ ويبقى لي هاد الخيوط هادو نفينهم وندفنهم في الظهر دي الخدمة هادا هو الشكل اللي كنحصل عليه هادالدريس ديانا كيجي آنيق بزاف وزوين وهذا هو الشكل النهائي اللي كنحصل عليه هادالدريس جبني بزاف جاءانيق بزاف وسهل كيجي في كميماتج للباس مثلا في قميس كيجي زوين بزاف كما كليكو ممكن تديروه بلون واحد ولكن انا فضلت في كون بوجود الالوان بهذا الشكل هادا اعطى من يدر لي زوين نتمنى الدرس اليوم الى الاعجاب ديالكم اذا كان كذلك خليوا ليه اكبر عدد ديال لايك لكم وتغطي لكم رأيكم في العامل القادم ان شاء الله شمش بقى تشوفوك اعمال قادمة ان شاء الله على القناة نستمروا فاتش ديال حرير اولا نرجعوا لك روش ديال الصوف كذلك الناس اللي مازل ما بشارك المعنى في القناة كيما كليكم في اول فيديو ضروري انكم تنضموا انكم تقطع على زر الاشراك الاحمر لكين اسفل الفيديو تفعيل جرس لحده باش ديما يوصل لكم النوتيفكاسيون الجديد ديال اي حاجة حتيتها للقناة ومنتساوش باختاجوا الفيديو مالنا سيرفتهم هتامين بالكروشي والاعمال يدوية باش تعمل فائدة وتكبر القناة ديالنا ان شاء الله من هنا الفيديو الجاي كم بغي نقول لكم خليت لكم راحة البال وبسلام عليكم